اهلا بحضراتكم من جديد الفقرة الحوارية في حلقة الليلة والحديث الممتد خلال الفترة الماضية عن المشهد المعقد في الاقليم الحقيقة ان ما يدور في الاقليم غير مسبوك لم نرى هذا الكم من الضبابية وهذا الكم من المشاكل المتداخلة والمترتبة كل منها على الاخر وايضا هناك ايضا من ينظر الى انه كل ما يجري كان مخططا ونحن فقط نتابع تنفيذ هذا المخطط واناك من يرى ان ما يجري ربما نتيجة لتدعيات وتصاعد هذه الازمات في كل الاحوال مصر في القلب بتئن مصر بالقلب بتدفع فواتير مهلكة منهكة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي والمحيط بات خانقا على مصر من الجنوب السودان وما يجري من الغرب ليبيا وما يجري من الشرق الان غزة واسرائيل وايضا مضيق باب المندب والبحر الاحمر وقناة السويس بالاضافة الى التوترات الموجودة في شرق الابيض المتوسط اذا نحن نعيش حالة استثنائية دعوني الرحب بضيفي كريم سيد محمد السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية سيد محمد اهلا بيك اهلا بيك شرفني ومنورني واعتقد انه الوضع لا يخفى على احد نتابع الهواء مباشرة ما يدور وما يجري نهاردة القاهرة تحتضن لقاء مهم جدا بيجمع مدير السياي ايه مع مدير المخابرات القطرية مع مدير الموساد الشباك مع لواء عباس كامل اعتقد انه خرج من اجواء هذا الاجتماع ان فيه اجواء ايجابية واستمرار المشاورات لمدير 3 ايام فده معناه ان فيه في الافق جديد لكن ايضا الوضع على الطرف الاخر هناك شديد الصعوبة والتعكيد ايضا ومصر هي التي تدفع الثمن لانه ما يجري على الحدود في رفع اما انه يتم اجتياح اما انه يتم قتل هؤلاء في كل احوال مصر اذا فتحت الابواب وصمت بانها خائنة واذا اغلقت الابواب وصمت بانها لا انسانية كيف تقر المشهد برماتك طيب خليني في البداية اقول لحضرتك يعني في بداية حديثك فيما يخص انه ربما هناك مخطط او يعني مقصود بمصر وانا هفترض ان هذا حقيقي لان يعني دايما اللي بيشتغل في السياسة او اللي بيشتغل حتى يعني في الشأن العام لازم يبقى قارئ جيد يعني اذا كان هذا الكلام صحيح يبقى دا بيحتم علينا ان احنا نبقى مستعدين للتعامل مع هذا المخطط او هذا الترتيبات يعني اللي مقصود بيها احراق مصر يعني صحيح وانا بشوف اول حاجة اللحمة الشعبية والاستفاف الوطني عشان نعرف نواجه هذا يعني لانه انت قوتك بتبدأ من الداخل من شعبك ومن خلال مؤسساتك يعني فدي مسألة غاية في الاهمية مصر طبعا على مدى مش بس اليوم وامس لا على مدى الشهرين ثلاثة الموضوعين من سبا اكتوبر حقيقة اه ودائما هناك من يأتي وفود تأتي من كل دول العالم سواء اجهزة معلوماتية مخابراتية اه كل المسئولين وزراء خارجي الدول الاوروبية امريكا يعني مصر مهمومة معنية بهذا الشأن لان طبعا ما يحدث من اسرائيل فجر لا يختلف عليه احد طبعا اه ما كانش حد يتصور انه ممكن يبقى التوحش بهذا الشكل بهذا الشكل على الاطلاق يعني لكن مصرف رسائلها انه للصبر حدود يعني اه يعني لن نتحمل استفزازات اكثر من هذا ودي رسائل يعني واضحة جدا والكل يتحدث فيها وهناك دعم شعبي اه كبير خلف اه اه الرئيس والدولة المصرية لانه المسألة لا تحتمل يعني فانا معاك اه اتمنى ان شاء الله انه يعني التفاهمات والتشاورات اللي بتحدث اليوم اه ينتج عنها اه انه يبقى فيه فعلا وقف اطلاق نار يعني الشروط اللي قالتها حماس اه تقابلها اسرائيل بتفاهم يعني وقبول وهناك ضغط يعني وان كان يعني ضغط ما هواش بال بال يعني اللي احنا كنا منتظرين ويعني من بعض الدول الاوروبية مش كلها وامريكا طبعا اه يعني يعني من خلال المساعدة ومن خلال مواقف دا عمل الجانب الاسرائيلي اه انما انا اتمنى ان في اسرائيل ينتبهوا الى انه يعني المخاطرة بانهم يدخلوا في مواجهات اه مع مصر اه نتيجة اه يعني اه عمليات التجوية والابادة والاستهداف واللي احنا شايفينها كل يوم انهم يبقى عندهم عقل اه ويعني يرجعوا عن اللي احنا سمعينه وبنشوفه كل يوم منهم يعني فخلينا ننتظر نتمنى انه يعني ما يحدث اليوم في القاهرة وايضا يعني الزيارة اللي هيقوم بيها الرئيس التركي ودي الاول مرة سنين طويلة ودي برضو مهمة جدا جدا لها دلالة يا سيد محمد اه طبعا لها دلالة مش بس فيما يحدث في غزة اه كمان في ملفات اخرى يعني ليبيا ومعراء اه طبعا وشرق المتوسط الغاز وميلة ذلك فهي الحقيقة زيارة مهمة جدا اه انا بشوف يعني تركيا دولة كبيرة ولها وزن يعني اه فان تأتي الينا اه بعد قطيعة من الفين وتنواشر طبعا فدي برضو مسألة غاية في الاهمية فانا بشوف انه يعني مصر لان بخلاف كسيرين يعني بشوف تعليقات وبشوف كلام بيكتب وبيطلع ويتقال بعضه في الداخل وبعضه من الخارج يعني انه اه الكل يعني اه ينظر الى مصر وانه اه هناك تقاعسة لا ده يعني كلام اه يعني لا يجب ان يصدر من اي انسان عاقل او اي انسان حتى وطني لانه الموقف المصري ما فيش حد على خلاف عليه نختلف في امور كثيرة لكن في هذا الوضع وفي هذا الموقف ده وضع يعني بنتكلم على امن وسلامة وطن وكمان اه مسئوليتنا فيما يخص القضية الفلسطينية لم نتخلى عنها لحظة امرنا ما تخلين عنها وبريئين من دم اي فلسطين على مدى التاريخ كله صحيح من النهاردة يعني فاصد اقول يعني الناس يجب انها برضو تبقى اريا المشهد البعض اللي بينادي وبيطالب بحاجات كتيرة كل يعني يعني كل الخيارات فيما يخص الدولة المصرية مطروحة لكن طبعا اللي قاعد في حكمة اه اللي قاعد بيدير قدامه معطيات وقدامه يعني حسابات احنا مش شايفينها يعني اللي بينادي بترضي السفير و اللي بينادي بتعليق اتفاقية كان بديفيد و اللي بينادي بمقاطعة كل ده امور مش غيبة ولا بعيدة عن اللي قاعد بيتحمل المسئولية لكن كل شيء بميزان بحكمة اه لانه احنا محناش احنا مش عايزين نبقى يعني اه سبب في مشكلة لا بالعكس احنا عايزين نحل اه طبعا عايزين نحل وهو ده اللي انا يعني اتمنى ان احنا نشهده عشان نخفف اه على اخوانا في فلسطين وفي غزة اللي كلنا كل يوم بنشوف يعني الضمار و اللي بيحصل عشان كده انا بقول اه المسئولية مش بس مسئولية الدولة الرسمية لا مسئولية كمان سياسيين مسئولية الاجتماع مدني يجب ان احنا نتفهم انه لازم نتكلم مع العالم الاخر لانه العالم الاخر مهم او توصله رسائل مننا وهو ده دايما اللي انا بشدد عليه ودايما بحاول اوصله من خلال علاقات واتصالات كتيرة انه يعني المصريين وكسير من العرب يعني اه غير ردين على ما يحدث وان ده بيهدد السلام المجتمعي في المنطقة كلها اذا كان هناك فرصة لتعايش اه لن تكون بهذه الطريقة ولا بهذا الشكل يعني مطلوب ان احنا نتواجد اكتر اه ونوصل للناس بره اكتر لان الرأي العام الدولي اوروبي وامريكي مؤثر ومهم وشفنا اه تظاهرات وشفنا حاجات كتيرة شفنا برلمانيين في البرلمانات الاوروبية وفي الكونجرس الامريكي مواقف محترمة حقيقة يعني فده لازم نشجعه لازم نتواصل معه حتى في اسرائيل نفسها شفنا ان الشقاخ طبعا ومطالبات بتنحي نتنياهو وان الحكومة المتطرفة اليمينية دي لازم تمشي احنا لازم نساعد في ده باسلوب زكي نعرف بين خاطب مش هينفع ان احنا نقعد نكلم بعض او نكلم نفسنا لا طبعا في اطراف اخرى مهمة ومؤسرة هل ان احنا لا نجيد التعامل مع هذه المواقف مع الاطراف الخارجية بالشكل المطلوب الذي يحقق مكاسبها قولا واحدا طبعا يعني وانا هدي مثلا شوف اسرائيل من بداية الازمة عرفت ازاي تسوق الصدمة واللي حصل عندها يوم سابعة لان هو دفاع النفس وتهيج الرأي العالمي كله الشعوب وحكومات صحيح تغير ده لكن في البدايات كانت الناس في اوروبا وفي امريكا وده انا لمسته في زيارات شوف اسرائيل نجحت في انها يعني تدخل وكالة الاغاسة الانروا في انها في اضياء وهتلغيها وعايزة تلغيها وعايزة تلغيها وعايزة تمنع مساعدات مساعدات ودعم بتاع الدول لها لا لا يعني هما حريفة صناعة يعني حتى لو اكزيزة كلا منمق ايوة طبعا فدي طبعا حرفية لان هما طبعا لهم ازرع كبيرة جدا في اوروبا وفي امريكا فاحنا للأسف لا احنا بنكلم بعض انا باتكلم بكل صراحة اه طب ازاي نكلم الاخر لا نكلم الاخر احنا عندنا يعني يعني مش بس فيما يخص الاعلام لكن عندنا كمان مجالس كثيرة جدا تستطيع مجلس نواب ومجلس شيوخ عندنا مجالس مجلس قومي لحول انسان يستطيع ان يتحدث مجلس قومي للمرأة يتكلم على ما يحدث للنساء مجلس قومي للأمومة والطفولة ما يحدث للاطفال في غزة عندنا مجالس والمجالس دي مفترض انها في مجالس نظيرة لها في العالم الاخر في اوروبا وفي امريكا لابد انه يسمح لهؤلاء انهم يبقى فيه تواصل ويعرضوا والاحزاب يا سيد محمد والاحزاب طبعا طبعا الاحزاب انا يعني انت كرئيس حزب انا كرئيس حزب يعني يعني كل ما في استطاعت عملته من بدايات الازمة تحرك على مستوى البرلمان الاوروبي وبرلمانات في ألمانيا في امريكا تواصلنا مع ناس كتير عملت زيارات على مدى الشهرين الثلاثة الماضيين يعني بشكل فردي يا سيد محمد كرئيس بك ولا بشكل فردي لا بشكل فردي ليه ما عمتوش تحالف احزاب تحركوا فيه طرق ابواب وشرح القضية حد اوروبي البرلمان الاوروبي كلامك صحيح برضو الاحزاب ربما البعض يعني بيبقى ليه وجهة نظر في التعامل مع هذه الازمات يعني يفضل انه هو يعني يتواجد في الداخل ويتعامل مع القضية وما يحدث يعني لا يفهم من هذا انا اسف يعني لا يفهم من هذا انه انا عندي مصار الدولة الرسمية كلنا وراها قولنا واحدا صحيح لكن احنا بنخدم على هذا المصار والسياق ده طبيعي في مسألة تخصنا كلنا طبعا احنا يعني عندنا تحديات اخرى كثيرة جدا مش غيبة على حد الاوضاع الاقتصادية والمعيشية طبعا يعني للأسف يعني الاحزاب مفيش اتفاق على تحرك زي ده شوية البعض بيبقى ليه حسابات البعض ممكن بيتخوف وانا نفسي شفت ده يعني من انه انا حاولت انه انا يعني اطور هذا الى ان انا يعني احاول اوصل رسالة لبعض من قوى السلام القوى الداعمة الى انه ما يحدث في فلسطين سواء يهود في امريكا او حتى في اسرائيل فقبلت ببرضه عدم الفهم والتقدير يعني للأسف برضه مازال لدينا بعض من العقول العقول يعني والافكار اللي البعض مازال حبيس هذه الافكار مش قادر يفهم ان الدنيا اتغيرت والعالم اتغير ولابد وانحنا شايفين اهو قدامنا اللي بيحصل اقليميا ودوليا يعني النهاردة يعني مصر اتأزت يعني غير الازية الكبيرة في الخسائر البشرية والمدية وما يحدث يعني في غزة انما وقف حال سياحة وقف حال بالنسبة لنا اوضاع اقتصادية قناة السويس طبعا وما يحدث كمان ولما اقول قناة السويس الكل يعني زي ما بنقول السلع وكل ما بيتم نقله يعني التأمين زاد على السفن والمراكب طبعا يعني وضع اصبح وضع صعب جدا جدا فاحنا ما يجبش ان احنا نسكت يجب ان احنا يبقى عندنا القدر ان احنا نتحرك ويريت يبقى تحرك جماعي بالعكس انا بقى ارحب بهذا يعني انما زي ما بقول في البعض يمكن يعني ما هواش مستعد او مضرب على هذا ربما يعني او البعض ممكن يبقى حبيس زي ما بقول الافكار معينة لكنك لمست في الخارج سواء في اوروبا ولا في امريكا ان فيه اذام بتسمع اه طبعا وفي تغيير مواقف بعد شرح حقائق طبعا احنا شفنا بعض من الجاليات اليهودية في امريكا غير راضية واخدة موقف من حكومة نتنياهو مش مش اقولك يعني حد تاني لا شفنا اعضاء في الكونجرس طلعوا تكلموا فيه برلمانات كثيرة جدا وشفنا النهاردة ان فيه تراجع فيما يخص موضوع الوكالة النرو اللي هي بتاعة الاغاسة يعني لا لانه ما يحدث يعني محتاج برضو حرافية في التعامل معها الموضوع مش يعني انا بقول الدولة النهاردة وهي بتتعامل مع الملفات دي ملفات كلها شائكة وكل حاجة لها حساباتها الموضوع يعني زي ما زي ما بنقول سحب السفير المصري لا السفير المصري او طقم السفرة اللي موجود ليه دور الموضوع مش حاجة سحب السفير سهل بس ليه دور لان فيه ناس بتطلع وناس لو فيه مشكلة تانية محمد لما قارنوا بين جنوب افريقيا ومصر وقالوا جنوب افريقيا قامت بعمل قضية امام الجناية المحكمة العدد الدولية وكان يجيب بين مصر وغير مصر رفعت قضية على محكمة العدد على اسرائيل لن يكون لها دور في الوساطة في تقريب جهة النظر لان هنا لها دور اساسا غير جنوب افريقيا بالزبط بالزبط لكن يعني انت داعم للقضية للفلسطينيين بشكل واضح وداعم للقضية حتى لو بطريقة غير مباشرة يعني اللي تم رفعها في محكمة العدد طبعا داعم لها ما هو نفس الشي وبنفس المنطق برضو اللي مصر فيما يخص انها ما دخلتش فيه التحالف العسكري في البحر الاحمر اللي ضد الحوسين امريكا وانجلطورة وغيرها ضد الحوسين ليه عشان برضو يبقى فيه زي ما بنقول شعرة معاوية فيه انه يبقى فيه خطوط مفتوحة مع الحوسيين اقنعهم تراجعهم وايضا من ورا الحوسيين ايران وعلى فيه تواصل مع الجانب ايراني فقصد اقولك انه بيبقى فيه حكمة يعني الموضوع مش مسألة انه يعني دول ضررنا في قناة السوريس ضررنا ضربهم فهنعلن الحرب المسألة برضو لها اعتبارات ولها حسابات اللي قدامه المشهد ده شايف كل التطوير شايف طبعا اللي مش عايش يعني فممكن بيبتدي يتخيل انه ازاي من 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 هو حد فينا راضي على ما يحدث من مش بس اسرائيل من امريكا وبعض الدول الاوروبية معلش انا كنت هسألك لسه على امريكا وموقف الرئيس بايدن اللي هو يعني انا قلت الحقيقة بعد ما قال انا اقناعت الرئيس السيز ان يفتح المعبر يعني الرجل ساعم على انا قلت ارحمه شيخوخة الرجل والله بس هو الحقيقة يعني على مدى السنة الماضية كتير الرئيس بايدن بيطلع منه يعني تعبيرات واسخطات على ناس بعضهم حتى توفى يعني ف يعني هو قصدي ما ناخدش على الكلام اللي بيقول لا اصلا وفي ناس خادت الموضوع ويستغلوا بقى نحن عارف لا ما هو ده برضو يعني مسألة يعني لازم اللي بيستمع واللي بيقرأ انا عمد النهاردة معلومات انه اولين بيرنز يعني زي زي اعتذر يعني اه لا والبيط اللي ابدا براح تكلم قال مصر موقفها يعني احنا شفنا مش بس الحقيقة الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب برضو ليه يعني طلعاته ليه تعبيرات مش تخص مصر بالضرورة يعني حتى كل الدول اه يعني اصدقل ده بيحدث ما نقفش عند الحجم لا طبعا ما نقفش يعني لازم ده كلام يعني نتفهم اه ونتجاوزه عشان للأسف يعني واقع العالم كله عيشه يعني مش لكن هارجع للنقطة الحساسة جدا وهي اتفاقيت كام ديفيد نعم والاتفاقية بقى 40 سنة اكتر من 40 سنة ويعني الكل بيحترمها صحيح لأول مرة يتم التلويح بتجميد او غيره صحيح يعني ليه طبعا لانه وهل ممكن يعني برضو يعني طبعا والجالة الإسرائيل يرد فعله ايه لا طبعا بالتأكيد يعني الرسالة دي لما توصل ودي كان حديث اه اه اوروبيين وامريكان على مدى الايام الماضية وتكلموا على انه البعض بيلوح مش مصر الرسمية يعني مصر الرسمية لم يصدر عنها شيء انا عارف صدر عمزان شكر انه بيحترم اه لكن البعض من ممكن سياسيين مفكرين ايا كان يعني طبع يعني قالوا هذا انه ده من ضمن اه ما يمكن الاجراءات اللي يحدث لكن انا شايف انه يعني اذا تمادت اسرائيل اذا تمادت اسرائيل اه ولم تستمع يعني للنصائح ولا للدعوات اللي بيطلقها كسريم مصر فكل شيء وارد يعني يمكن تجميل التفقية يمكن تعليق العمل بيها طبعا يمكن اه اه انما انا بتصور ان احنا مش هنصد مش هنصد لا انا برضو لكن لو تمادت ممكن نصد طبعا لو تمادت يعني ما هو انت برضو لازم تبقى عارف انه اذا لم تحترم اه هي بنود الاتفاقية فيما يخص المنطقة دال اللي هي المفروض انها يعني اه حسب الاتفاقية يعني اه الف وبه وجيم ودال ثم دال دي بتقع فيه الاراضي الفلسطينية المحتلة اسرائيل يعني اه اذا لم تحترم الاتفاقية وحصل خرق لها يبقى انا من حق ان انا اقول الكلام ده كلام ما يمشيش واقدر اعلق الاتفاقية ويتحملوا مسئولية هذا الكلام انما انا ما اعتقدش يعني اه انه انه اسرائيل هتغامر في انها اه تدخل اه في مواجهة مع مصر يعني انا ما اعتقدش يعني مسألة مستبعدة لاعتبارات اقليمية ودولية وحاجات كتيرة جدا انا ما بتصورش ان ده هيحصل لكن اه ده يعني زي يقوله اوبشن اه عندك مع حاجات تانية كتير يعني مش بس ده يعني ان مصر تنضم للمحكمة العدل ان مصر في مجلس الامن يبتدي اه يبقى فيه اجراء اكثر حسما انه اه كل الاتفاقات الاقتصادية كويز وغيره كل الكلام ده يتم تجميده في حاجات كتيرة جدا كروت يعني يعني مصر عندها كروت وادوات كتيرة طبعا طبعا وهم يعلموا هذا يعني وانا متصور يعني انه من خلال اللقاءات والضيوف اللي بيجوا يعني ممثلين سواء من امريكا او اوروبا بيتم الكلام معهم في هذا الكلام لكن مصر برضو عشان فيه نوع من الحكمة والعقل لانه الموضوع مش يعني احنا مش دخلين في عركة يعني لا صحيح الموضوع بيبقى ليه حساباته يعني عشان كده بنقول انه عارفة انه كل الخيارات مطروحة ولكن كل شيء بحساب بحساب كل شيء في الوقت المناسب كل شيء اليقان اه انما والجاهزية موجودة يعني انت كمان لكل سنوهات انت الجاهزية موجودة انت الان مستعد رجالك رجال الاخوات المسلحة متواجدين بعتدهم ومعداتهم ويعني مش بغرض انهم يعني يشتبكوا اكتر من الدفاع على الحدود وده مسئولية وده مسألة لا يختلف عليها احد يعني صحيح خلينا استاذك في فاصل قصير ثم نعود فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا اهلا بحضراتكم من جديد استاذ محمد يعني اجريت حوار مع دعوت احرنط منذ ايام او اسابيع وحاولت ان اه توصل مجموعة من الرسائل للجانب الاسرائيلي ده صحيح وده كان حاجة غير مرتبة يعني كانت فجأة بناء على اتصال تليفوني ومش بعادة يعني انا عمري ما كان ليه سابقة حوارات انما انا شفت الظرف اللي احنا فيه ده زرف يحتم علينا كلنا ان احنا لازم اه نبعث رسائل يبقى مفهوم انه يعني المصريين اه بيعني اختلاف انتماءاتهم اه يعني ما يحدث ده موضوع يعني غير مقبول وموضوع مرفوض التوحش اللي احنا شايفين وردة الفعل اللي هي يعني فائت اي وصف غير مسبوقة اه طبعا فده كان الهدف اه وحدثت مرة ويعني انما صحيح يعني قبلت من البعض يعني ان يعني لا لا يجوز وانا بحترم مشاعر الناس او يعني فوليكن لكن ده كان واجب علي ان انا اتصرف هكذا من وقع المسئولية الوطنية يعني ما هوش نوع زي ما البعض يعني سماه تطبيع لانه يعني موضوع التطبيع ده برضو وانا فرصة وانا معاك فضل احنا محتاجين يبقى فيه ضبط مشترحات للمصطلح بتاع التطبيع لانه النهاردة الدولة الرسمية في كل المحافل سواء رجال اعمال او سياسية او دبلوماسية يلتقوا بنزراءهم في اسرائيل مش بالضروري انهم لا بيحبوهم ولا عايزين يشوفوهم انما ظروف العمل ظروف حاجات كتير بتحتم ده مش معناه انه بيطبع او مش يعني فموضوع مصطلح التطبيع محتاج انه يبقى فيه ضبط اه بصراحة يعني وده اللي انا قلته قبل كده انه يعني انا افهم التطبيع ده لما يكون هناك تعامل يعني طبيعي فأجواء طبيعي اه يعني ده ده ماشي يعني ممكن يبقى فيه تحفظ عليه انما بحكم العمل او الظرف يجب ان احنا يعني ما نقفش على ده لان ده جزء من دور اي حد بيتولى ملف او بيتولى مسئولية اما او موقف معين في ازمة معينة يعني احنا عندنا اتفاقية سلام واحترمناها والجال بسرائي ايضا احترمها صحيح طبعا طبعا وبنحترم الاتفاقية لكن انا لم نطبع طبع الشعب اللي نكن ولم تكن ناك على قد ده صحيح وده موقف يعني شعبي مبدئي اه وانا مش مختلف معاه يعني احترمه خلاص ده يعني اجماع وطني اه الى ان تحل القضية حل شامل ساعدها بفيه حوار اخر وعادل يبقى لنا حديث في هذا لكن الى ان ده يحدث انا بحترم الاجماع الشعبي نفيش مشكلة يعني لكن اصدى اقول لابد ان احنا نفرق يعني من الناس اللي تتعامل وانا اعرف ناس كتير مسئولين يعني سابقين وحاليين اه يعني على عينهم انما الظروف بتحتم عليه اللي يبقى في هذا لازم يحتك ويتعامل مش معنى كده انه هو بيطبع يعني يعني ده وجهة نظر يعني وعموما زي محيطك تفضلت على مدى السنوات الماضية دي مصر سلام سلام بارد يعني وهم يعلموا هذا يعني ولا نتحاول الى ده بحال القضاء الفلسطيني بضبط وده مسألة يعني فيه اجماع عليها وطبعا الان وبعد اللي احنا شفناه ده ده انا بقول ضيع الفرص على اي نوع من التعايش بصراحة مش بس الموضوع اسرائيل ده امتد لامريكا هناك سخط وغضب شعبي كبير من اللي امريكا موقفها يعني مع اسرائيل يعني المسألة اصبحت معقدة جدا يعني فيه نقدر نقول فيه حاجة اسمها المسألة الاسرائيلية في الغرب دلوقتي طبعا لا لا وفيه وانا يعني في لقاءاتي قلت لهم يعني ما حدث ده لن ينتج عنه شيء الدول العربية والاسلامية هناك هنشوف خطابات ورسائل كراهية كبيرة جدا وربما البعض منها كمان يبقى عنف زي ما شفنا يعني جماعة الحوسيين وهجماتها ده رد فعل ايا كان رد فعل اللي بيحصل في العراق مسألة رد فعل يعني اصدقل انه لن تجنو من وراء المواقف السلبية الا الام الا الام ما دي ما صحيح اذا كنتوا حريصين على يعني تعاون وحريصين على تعايش ولابد ان انتوا تتوقفوا وترجعوا موقفكم ويعني ما نجيش مثلا على زي ما بنقول الوكالة بتاعة غوث اللي جايين ده النرواء ونوقف ده بتساعد ناس في تعليم في صحة في اغاثة انسانية ازاي جماعة تعملوا كده يعني عشان كده النهاردة ما تيجي تتكلم يعني وانا ده ملف معني به تتكلم مع اي حد على حقوق انسان ولا قانون دولي انسان يقولك عم قانون دولي انسان ايه وحقوق انسان ايه العالم اللي واجعوا دماغنا وفلقونا على مدى سنين اديك شايف بيعملوا ايه يعني فطبعا صعبوا مجموعة قيم حقوق الانسان والافكار وغيره اصبحت على المحل لا اتهزت النهاردة اسرائيل يعني المقرر الخاص بالشؤون الانسانية من الوقت المتحدة ما نعود دخولها يعني اصدقل بيتصرفوا تصرفات غريبة الشكل ودي لازم المجتمع الدولي كله يبقى ليه وقفة لانه اللي بيحصل ده عجرفة وفجر عجرفة حكومة ولا عجرفة شعب انا بتصور انه يعني هي عجرفة حكومة يمينية متطرفة وجزء من الشعب يعني مش هنرد اللي جافت اه انما فيه نسبة كبيرة من الشعب اه لا يعني انا ما اعتقدش انه هم وده اللي بنشوفه في التظاهرات وبنشوفه في المطالبات وهو ده اللي لازم نشتغل عليه وده اللي لازم او باخر زي ما بقول يعني لازم نساعد في انه يعني يبقى فيه رأي عام داعم للقضايا العربية وقضايا السلام وقضايا التعايش هو ده اللي يجب ان احنا نشتغل عليه اه لان ده يعني هيساعد كتير احنا بنقول يعني شوف اللي بيحصل في غزة وكلامهم نتيجة هجوم اه حماس عليهم طب اللي بيحصل في الضفة الغربية ايوه من قتل واستهداف وتدمير طب الضفة الغربية اللي هي طبع السلطة ما عملتش حاجة كانت الا انهم مستهدفينهم يعني قصد اقولك الموضوع مش واقف على غزة لا ده اه مخطط انه احنا عايزين نخلص من هؤلاء باي شكل عشان كده لما يطلع نتنياهو اليومين اللي فاتوا ويقول هعمل ممر آمن اه لو هنهجم على رفح ممر آمن هتوديهم فيه الوسط اه ما فيش فيه فرصة لحد يعرف لا يعيش الشمال مضمر هتنزلهم البحر ولا هتدخلهم علينا في مصر ايه ممر آمن ده يعني انت بتقول ايه كلام مش 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 ماشي مش راكب اه وللأسف يعني يعني بعض من الدول الغربية اه يعني بتعوم على هذا الكلام اه وبتتصور المصادق يعني لكن طبعا تجربتنا معاهم لا هؤلاء اه يعني لا عهدة لهم ولابد من انه يبقى فيه يعني انتباه وحرص انما لو عندنا فرصة ان احنا يعني انا زي ما بقول زي ما في زمن ما انا فاكر اه ايام معهدة السلام والزيارة الرئيس للقدس هو شق المجتمع الاسرائيلي وخلق جبهة كبيرة كانت جبهة بتنادي بالسلام وضغطت على بيجن اللي هو طبعا من من اشد السقور يعني ها ضغطت عليه اه في المفاوضات و الى انه ترك كل المستوطنات وسبوها وخد نسينا ما فياش مستوطنة واحدة وده اللي حصل ده التاريخ ما هو برضو التفاوض يعني انا عايز اقول للناس معركة السلام لا تقل ابدا اهمية عن المعركة الحربية موضوع مش سهل يعني فاصد اقول انت نجحت في انك تشق الجانب الاسرائيلي وخلقت يعني رأي عام موالد بفكة سلام حقيقي جدا وده شفناه فاصد اقول لازم احنا نفكر كده نشتغل كده وهو ده الخيال السياسي اللي دايما انا بقول به يعني لازم يبقى عندنا كسياسيين احزاب وغيره يعني ازاي الخيال السياسي يمكن ادينا لفين مع المجتمع الاسرائيلي اللي بواد الانقسام في دلوقتي لانه المظاهرات اللي بنشوفها والخلافات الداخلية في الحكومة وعدم الثقة اللي موجودة ده النهاردة متنياهو باعت المشار بتاعه مع رئيس المساد لانه مش واسق فيه اه طبعا ما انا بقولك هم عندهم مشكلة طبعا ما فيش شك ان الصدمة اللي حصلت لهم اه دي اربكت ويعني زي ما بنقول كده احنا في 6 اكتوبر 73 اه نظرية سقطت سقطت طبعا ما حدث في 7 اكتوبر تكرر مرة تانية فيعني هدت نظريات امن وستراتيجياتهم فالموضوع عمل لهم مشكلة وهينتج عنها لجان تحقيق وهيتم محاسبة كثيرين من النخبة الحاكمة الحالية والاجهزة الاستخداراتية والعسكرية طبعا ويمكن ده السبب في اطالة زمن الحرب ويمكن هو ده السبب اللي مخليه دايس لانه عارف انه هيتحاسب هيتحاسب فاصدى اقول انه احنا لازم نحاول نستفيد من هذا لازم نلعب على ده لخدمة قضيتنا اللي هي احنا عايزين نشوف وقف دائم لاطلاق النار عشان اعادة الاعمار وتضميد الجراح للناس اللي يعني فقدت الابن والاب والزوج يعني مسألة معركة طويلة احنا دخلين في معركة مش بس يعني ده لسه بعد ما ينتهي يعني اتفاق على وقف اطلاق نار لسه امامي ازمات وملفات لسه عندنا كمان عايزين نشوف كيان فلسطيني موحد ايوة دي النقطة بقى يعني وماذا عن الداخل الفلسطيني وماذا يجب ان يفعل والفرص الضائعة يعني ده مسألة انا اعتقد ان ما حدث والتمن الكبير ان عادة اكتر من مئة الف مبين شهيد وجريح اه مسألة يعني اعتقد انه الاخواننا في فلسطين يعني سواء في السلطة الفلسطينية او من ينتمي لحماس وباقي الفصائل لازم يقفوا عند ده انه لابد وانا شفت خبر معرفش مدى صحته انه هناك اتفاق على انه ربما يتم تكوين كيان موحد حكومة اه وحدة وطنية اه من التكنقراط اه هنشوف اذا كان لانه ما هو الطرف سواء الاسرائيلي او الامريكي او الاوروبي محتاج يشوف كيان يتكلم معه هم كحماس مش هيكلموا معه لكن وده كلام معلن وكلام منتهي لكن لابد ان يبقى فيه كيان قوي اه فيه توافق عليه ومدعوم من الشعب الفلسطيني عشان يقدر اه يعني يتولى التفاوض في موضوع الدولة الفلسطينية يعني الان شفنا خلاص اه يعني انجلترا طلعت وقالت انا مع الدولة الفلسطينية اتحاد الاوروبي امريكا امريكا قالت طبعا فاصد اقول ده متغير يعني صحيح القضية رجعت تاني خدت اولويتها وبقت على التربيزة اه لكن لابد ان يبقى فيه كيان موحد قوي عارف ايه اللي هو عايزه عشان ننتهي من هذا بالطريقة اللي يقبلها الفلسطينيين ويبقى عندهم دولة زاد سيادة يعني اتمنى يعني ان احنا نشوف خليني اخر سؤال طولت لحظك لحوار الوطني يعني خلاص داخلين في النسخة التانية من الحوار الوطني انجاز التعبير او الطبعة التانية من الحوار الوطني بعد انتخابات رئيسية يعني هناك اولويات ويغلب عليها الطبع الاقتصادي صحية لكن بالتأكيد كرئيس حزب ويقل لك رؤية وحذاك شوف انا يعني احنا كلنا كنا مع الحوار حينما دع إليه الرئيس طبعا ونفسنا زي ما بقول ان الحوار ده يبقى حالة دائمة ومستمرة يعني ما تبقاش فقط موسمية او بمناسبة احداث حوار دائم ومستمرة صحية اهم حاجة وده انا قلته وبكرره تاني ان احنا عايزين الجولة الاولى وما اسفر عنها من توصيات ترى النور وتطلع الحكومة ومجلس امناء الحوار التزموا ان في خلال فترة قصيرة هنشهد تشريعات وبالذات ما هو متعلق بقوانين الانتخابات ما هو متعلق بمفوضية عدم التمييز ما هو متعلق بربما المحليات ادارة المحلية وانتخاباتها ثم الحبس الاحتياطي وانا هنا وانا بتكلم على الحبس الاحتياطي لان زي ما بقولك انا مهموم ومعني بالملف ده انا نفسي ان احنا نعيد الفرحة لبيوت واسر ناس كتير جدا لسه مزال ابنائها وبالذات البنات صغار السن والشباب وايضا البعض من السيدات كبار السن والرجال مرضى وغير مرضى وكلهم على زمة قضايا حرية رأي وتعبير قضايا سياسية ما هواش قضايا عنف ولا حاجة دول لو احنا عايزين نعيد البهجة والفرحة للناس الناس دي لازم تطلع كفاية يعني انا بشوف لازم ندي فرصة لهؤلاء وده كان وعد بي الرئيس صحيح الفترة اللي فاتت عشان برضو نبقى منصفية حدث ان في ناس خرجت يمكن اكتر من 1500 الى 2000 واحد يعني بيحدث خروج لكن مازال هناك الكثير والأسر والعائلات الحقيقة تعبانة جدا وانا بشوف لما يبقى العائل في السجن الناس دي هتعيش ازاي يعني او بنته صغيرة او لا لابد وانا بطالب بهذا وقلت هذا وبسعى اليه وبقول وبقناشد يعني ان احنا هؤلاء مفيش معنى مدام هيلتزموا بالقانون ويحترموا الدستور ومفيش عنف بس معلش يا سمحمد في ناس خرجته ومالتزمتش لا انا معاك انا معاك طبعا انا عارف وعارف تقصد مين انا فاهم والله انا فعلا انا حزين على انه في الناس مش قادرة تقتنس الفرصة وتبقى مواطنين بس حالة فردية انا مش عايزها تأكس على على ناس اخرين ربما استعدادهم ولو خدوا فرصة يعني انا بقول نفسي ده هتخلق وتسعد الناس والأسر والعائلات دي سواء ناس محبوس احتياطي او ناس خدت احكام وهم شباب سوائلين وسان رئيس موعدة يعني ونعمل لهم عفو يعني ناس خدت احكام ونعمل لهم انا نفسي ان ده هتفرق كتير جدا وهتبقى برضو رسالة الى ان احنا في النهاية كلنا واحد وندي فرصة ودي برضو يعني هتساعدنا كتير فانا بقول الحوار الوطني وان كان هيبقى الجولة التانية التركيز اكتر على الاقتصاد وليكن اتمنى ان احنا نجيب يعني وتبقى يعني متبقاش عملية موسعة قوي قوي لا انا عايز يبقى مجموعة صغيرة من المتخصصين اللي طول النهار بيتكلموا في الفضائيات تعالوا قلونا نعمل ايه تعالوا قلونا نعمل ايه يا رسيدي قللي حملة لا معاك حطولنا حلول ويبقى فيه ناس عاهدة عقلة توزن هذا الكلام رشدة تطلع وتلتزم بيها الحكومة الحالية او لو في حكومة جديدة ايا كان ويبقى هؤلاء المسؤولين صلاحيات كاملة لهم للحكومة يعني الجديدة او الحالية ونستمع لها انا بشوف ان ده مهم جدا بالاضافة الى انا كمان يعني من الحاجات اللي اتمنى ان احنا يعني يعني الاوضاع والاسعار والحالة اللي الناس عيشاها غني وفقير دي مسألة يعني طبعا خيرا فعل ان الرئيس عمل حزمة الحماية الاجتماعية اللي صدرت بيها قرار ثم البرلمان اقرها يعني زيادة مرتبات او معاشات او ما هو متعلق بتكافل وكرامة وغيره كل ده شيء جيد انما طبعا في ظل الغلاء الفاحش مش كفاية خلينا نتكلم بصراحة يعني كل ما هو حدث ليه جور معلمين اطباء وممردين وغيرهم يعني كل ده شيء جيد وحاجة كلنا سعداء بيها لكن الاسعار بقتغول بياكل اي حاجة تضخم كبير ومحتاج ان احنا فعلا نفهم انه لا سبيل الا ان احنا نشتغل ننتج ننتج طبعا نشتغل وننتج صحيح ونركز على ان السياحة تعود مرة تانية ولما اقول السياحة تعود ده ليه لها يعني مقومات لازم نساعد عشان تقوم صحيح والاستثمار يرجع عشان يفتح ويشغل يوجد وظايف ونشجع يعني رجال اعمال وطنيين مخلصين نشجعهم صحيح يعني مفيش مشكلة اصد اقول انا بشوف ان الفرصة موجودة بس احنا يبقى فيه نوع من التسامح شوية مش عايزين بقى نعيش اسرى للماضي الماضي خلاص يعني بكل ما فيه صحيح يعني كان صعب علينا كلنا مش عايزين نبقى اسرى ليه يبقى فيه شوية تسامح نحن محرر من هذه لانه لو انت تلاحظ كان فيه شوية الفترة اللي فاتت المصريين بقى فيه اسوى شوية وبقى فيه غلازة في التعامل وبقى فيه شوية عمف عمفه اسري حتى ونسب طلاق زادت وحاجات غريبة جدا لأ احنا محتاجين شوية يعني كمصريين اللي كنا مشهورين بالمروءة والشهامة والجدعانة ولاد البلد يعني لأ محتاجين الحاجات دي شوية نرجع تاني نستعدها لان هي دي اللي هتوقف مجتمعنا ان شاء الله يعني سيد محمد سلاة رئيس حزب الإصلاح والتنمية شرفتنا اهلا بيك فاني شكر جدا اهلا بيك شكرا الكرام انتهى وقتي نلتقي غدا في حلقة جديدة من حلقات برنامج المشهد دونكم في امان الله